المظهر والجوهر في ذلك العام حل الخريف كمعطف من وريقات يابسة على الطرق كدوامات تشبه جلد الأفعى تحجر قلبي من ذكرى ليلة عيد ميلادي أو ربما أبرمت الحياة هدنة مع آلامي بكل بساطة كي ترغمني على البلوغ حتى أنا فوجئت بأنني لم أعد أفكر أبدا بكلارا بارسلو أو خليان كاركاس أو ذلك المجهول المتغطرس بلا وجه الذي كانت رائحة الورق المحروق تنبعث من ردائه ويستخدم اسم شخصية مرت في كتاب ما وفي نوفمبر كان قد مر شهر دون أن أذهب إلى بلازا ريال كي أراقب نافذة كلارا وعلي أن أعترف بأن الفضل لا يعود كله إلى قوة إرادتي بل لأن المكتب كانت تفرض علينا من العمل أكثر مما نستطيع أنا ووالد القيام به وحدنا أرى أننا مضطرين للبحث عن أحد يساعدنا في البحث عن الكتب للزبائم كان والدي يتأمل ويجدر به أن يكون شخصا مميزا وشاعرا إلى حد ما بل ومحققا يتقصى في الصغيرة والكبيرة وأن يكون له طموح اقتصادي ومستعدا للانغماس في مهمات مستحيلة أعتقد أنني أعرف الشخص المناسب قلت وجدت فيرمين روميرو دي توريس في مكانه المعتاد تحت أقواس شارع فرناندو وكان يرتب أجزاء الصفحة الأولى لجريدة هوخا ذيلونيس التي جمعها من حاوية النفايات كان المقال يتحدث عن أعمال شعبية والتنمية في مكان ما رائع سيبنون سدا جديدا سمعته يهتف هؤلاء الفاشيون يريدون أن يحولوا الوطن إلى بلد من المتزمتات والبطارقة صباح الخير أهمست أما زلت تذكرني؟ رفع المتشرد أنظاره وابتسم ابتسام عريضة أهلا بك كيف حالك يا صديقي؟ أترغب في ارتشاف النبيض؟ اليوم أنا من يعرضه عليك قلت هل أنت جائع؟ حسنا لن أقول كلا على طبق من الأصناف البحرية لكنني مستعد لسماع عروض أخرى وبينما كنا متجهين نحو المكتبة استعرض دي توريس حصيلة مفصلة عن تنقلاته في الأسابيع الأخيرة وعن الأشخاص الذين يتملصون من رقابة قوى أمن الدولة التي تتجسد بطبيعة الحال في محقق يدعى فوميرو إذ بدأ أن لديه حسابات مؤجلة مع فيرمن دي توريس فوميرو قلت مندهشا كان اسم المحقق الذي أطلق النار على والد كلارا بارسلو في قلعة مونتويك في بداية الحرب فأجابني الرجل مكتفيا بهزة من رأسه لقد كان الجوع والشحوب باديين عليه وكان متسخا ورائحته كريهة كمن يعيش لسنوات مشردا في الطرقات لم تكن لديه أدنى فكرة عن المكان الذي كنت أقوده إليه وانتبهت لرعشة خوف في نظراته وقلق متصاعد يحاول جاهدا أن يخفيه دون القطاع وحين وصلنا أمام المحل رمقني بنظرة متوترة هيا أدخل لا تخف إنها مكتبة والدي وأود أن أقدمه إلي التفى الصعلوق بكفن من الفزع والارتباك كلا كلا لست في هيئة لائقة لتقديم نفسي هذا امتحان عالي المستوى ولا أريد أن أتسبب لحضرتك بمشاكل أنت في غينا عنها ظهر أبي على الباب وتفحص المتشرد بنظرة خارقة ثم رمقني بطرف عينه هذا هو فيرمن روميرو دي توريس يا أبي تحت أمرك يا سيدي قال المتشرد بحياء جليل فابتسم له والدي ومد يده لكن الآخر لم يجرؤ على مصافحته إذ شعر بالعار لمظهره المترد وللعفن الذي يكسو جلده من الأفضل أن أنصرف غمغم متلعثما فأمسك والدي ذراعه بلطف مطلقا لقد أخبرني ابني بأنك ستتناول معنا الغداء حضق فيه ذي التوريس مشتوها ومرتعدا لماذا لا تصعد إلى الأعلى وتستحم بماء دافئ ريثما يجهز الغداء قال له أبي وقد نذهب إلى مطعم خان سولي إن أردت هذر فرمين ذي التوريس بكلمات غير مفهومة فيما كان والدي يصعد به إلى البيت جرا دون أن تمسح ابتسامته وكنت أغلق باب المحل وبعد عدة مفاوضات نجحنا في نزع ثيابه المتصخة وإدخاله إلى الحمام وكان البائس يرتعش مثل الدجاجة منتوفة الريش وبعد أن تعرى كليا بدأ أنه خارج من صورة ألتقطت أثناء ويلات الحرب كانت الخدوش العميقة محفورة على معصميه وكاحليه والشقوق والندوب الرهيبة تملأ صدره وظهره تبادلت ووالدي نظرت فزع دون أن نقوى على قول شيء راح الصعلوق يستحمك الأطفال وهو يرتجف خوفا وبينما كنت أبحث عن ثياب نظيفة سمعت والدي يتحدث إليه وجدت رذاء لا يلبسه أحد وقميصا قديما وبعض الملابس الداخلية أما ثياب المتسول فكانت كلها غير صالحة للاستعمال بما فيها الحداء ولذا اخترت زوجا من أحذية والدي التي لا ينتعلها بسبب ضيق مقاصها جمعت الثيابه العفنة بما فيها سرواله الداخلي الذي ذكرني بلحم الخنزير المقدد نظرا إلى لونه وصلابته لففتها بجريدة قديمة ثم رميتها في سلة القاذورات وعندما عدت إلى الحمام وجدت والدي يحلق شعر روميرو ذي توريس في الحوض ظهر الرجل أصغر بعشرين عاما على الأقل بعد أن لمعته النظافة وفاحت عطور الصابون من بدني وبات والدي وذي توريس صديقين على ما يبدو وربما تأثر الأخير بفعل المنظفات فشرع يحرق المراحل صدقني يا سيد سيمبيري لو لم يشأ القدر أن ألعب دورا حساسا في مجال التجسس الدولي لن كببت على دراسة الأهداف وإني جاد فيما أقول فمنذ نعومة أظافري شعرت بميولي اتجاه الشعر وحلمت أن أصبح مثل سوفوكليس أو فرغيل لأنني مولع بالتراجيديات واللغات القديمة لكن والدي رحمه الله كان رجلا محدود الأفق وكان يريد أن يدخل أحد أبنائه سلك الشرطة المدنية ولم تكن لأي واحدة من أخواتي الإينات أحقية العمل في هذا المجال رغم الزغب الكثيف الذي يغطي وجوه النساء في عائلتي وهي سمة ورثناها عن جدة أم والدتي وعلى فراش الموت جعلني والد أقسم له بأن أرتدي القبعة المثلتة أو أصبح على الأقل موظفا ذا شأن في الدولة وأن أتجنب كل طموحات الأتبية ولا أخفيك أنني شخص تربى على الطريقة التقليدية التي تفرض أن يطاع الوالد حتى لو كان حمارا وأنت تفهمني يا سيدي ومع هذا لم أتجاهل القيم الفكرية في أيام شبابي فقرأت كثيرا وبوسعي أن ألقي عليك مما حفظت مقاطع كاملة من مصرحية الحياة حلم استرخي الآن والبس هذه الثياب وكن مطمئنا فهنا لن يدخل أحد معك في جدال حول مواهبك التقافية قلت محاولا أن أخفف العبء عن والدي كان العرفان يصب من عيني فيرمين دلتوريس خرج من الحوض فلفه أبي بالمنشفة كان يضحك وهو يستمتع بتلمس جلده للقماش النظيف وساعدته على ارتداء الملابس التي كانت أكبر من حجمه بقليل فخلع والدي نطاقه أعطاني إياه كي أدخله في بنتال فيرمين دلتوريس الآن تبدو وسيما جدا قال والدي أليس كذلك يا دانيال يبدو وكأنه واحد من نجوم السينما لا تبالغ لم أعد كما كنت ذات مرة لقد خسرت جسمي المكتنز بعضلات هرقل في السجن ومنذ إذن لم حسنا من الواضح في كل الأحوال أن لديك مظهرا جميلا يشبه شارل بوير رد والدي والآن أرغب في أن أقترح عليك عرضا ما من أجلك يا سيد سينبيري أنا مستعد لأي شيء بما في ذلك ارتكاب جريمة بحق أحدهم يكفي أن تقول لي اسمه فأقتله دون أن أجعله يتألم ليس هذا ضروريا أردت أن أعرض عليك العمل معنا كل ما في الأمر أنك سوف تبحث عن كتب نادرة تثير اهتمام زبائننا فلنقل إنه عمل منقب عن الآطار في المجال الأدبي وهذا ما يتطلب إلماما واسعا بالأعمال الكلاسيكية وبشروط السوق الأسود ليس بوسعي أن أقاضيك أجرا كبيرا في هذه المرحلة ولكنك سوف تأكل معنا وبوسعك البقاء في بيتنا ريت ما نعثر لك على نزل مناسب فهل أنت موافق؟ نظرا متشرد إلى أبي متعجبا ثم التف نحوي ما رأيك؟ سأله والدي هل تريد الانضمام إلى فريقنا؟ بدلي أنه كاد يقول شيئا ما ولكنه في تلك اللحظة تماما انفجر باكيا في أول راتب استلمه فارمين اشترى قب على إقاب نجوم السينما وحداء متينا لمنع البلل وأراد أن يدعون أنا ووالدي لتناول صلصة الخضار بذيل الثور الطبق الذي يحضره مطعم على بعد خطوات من ساحة مومنتال بعناية فائقة ووجد له والدي غرفة في نزل في حي خواكين كوستا حيث استطاع فارمين بفضل الصداقة التي تربط جارتنا ميرسيدي تاس بصاحبة النزل أن يسكن دون إملاء استمارة التعريف وهكذا صار في مأمن من براثن المحقق فوميرو وأزلامه وبين الحين والآخر كنت أتذكر ما رأيت من الردود والندوب التي تغطي جسمه وكنت أتلهف لأسأله عنها كي أشبع فضولي إذ اكتويت بالشك إن كان للمحقق فوميرو أي شأن بالموضوع ولكن شيئا ما في نظراته حال دون أن أفاتحه في الأمر ثم إنه كان سيروي علي قصته عاجلا أم آجلا ومن تلقاء نفسه كان فرمين بانتظارنا قبالة المكتبة في تمام السابع من كل صباح وهو يزهو بهندام أنيق وابتسام براقة متأهبا للعمل إثنتين عشر ساعة متواصلة وقابلة للتمديد دون أن ترجف له عين لقد تلبسه شغف عار بالشيكولاتة وحلوى المعجنات يوازي حماسه لكتاب التراجيدي الإغريقي الكبار وزاد وزنه بضعة كيلوغرامات كان حليق الدقن دوما ويسرح شعره إلى الخلف ويلمعه بالدهن ويطلق شاربيه على نمط الصرعة الجارية وبعد ثلاثين يوما من خروجه من حوض حمامنا تحول إلى شخص آخر لا يمت إلى المتشرد السابق بسلة لكن المفاجأة الكبرى كانت في مضاله داخل ساحة المعركة حين كلمني عن تاريخه التجسسي ظننت أنه يبالغ ويشط في خياله إلا أن فطرته الاستقصائية كانت لا تخطئ أبدا فما أوكنا إليه أكثر الطلبيات ندرة إلا ووجدها خلال أيام قليلة وخلال ساعات أحيانا لم يكن يفوته عنوان أي كتاب وكانت الحيلة تسعفه في أي وقت ليحصل على كتاب ما بأدنى الأسعار وبفضل موهبته في الإقناع كان يندس في المكاتب الخاصة للعائلات الضوقية في شارع بيارسون وللمولعين بصباق الأحصنة وهو يقدم نفسه في كل مرة تحت مسميات واهية بغية أن يهدوه الكتب أو يبيعوه إياها بأبخص الأثمان كان تحوله من سعلوك إلى مواطن مثالي يبدو كمعجزة أو كخرافة أخلاقية يستند إليها القصاوس ذو المناصب الكنيسية المتدنية كي يبرهنوا على رحمة الله الواسعة خرافات في منتهى الكمال من المستحيل أن تكون حقيقية مثل دعايات الدهن المستعمل لإطالة الشعر والمعلقة على شبابيك الترام في الثانية صباحا من ليلة الأحد بعد ثلاثة أشهر ونصف منذ مباشرته العمل في المكتبة رن الهاتف في بيتنا كانت صاحبة النزل الذي يقيم فيه قالت لنا إن السيد فرمان روميرو ديلتوريس أقفل عن نفسه باب الغرفة ورح يصرخ كمن تلبسه الجن ويضرب الحيطان بجمع يديه ويهدد بالانتحار بقص عنقه بقنينة مهشمة إذا حاول أحدهم الدخول لا تتصل بالشرطة أرجوكي سوف نصل على جناح السرعة هرعنا صوب حي خواكين كوستا كانت ليلة حالكة الظلام يجلدها البرد بالسقيع والريح المتجمدة مررنا قبالة بيت الرحمة وبيت الشفقة متجاهلين العروض الفضيعة التي تأتينا من تحت الأقواس المظلمة حيث تفوح رائحة الزبال والفحم التففنا عند زقاق فرلاندينة لندخل إلى حي خواكين كوستا الذي لم يكن أكبر من شق بين خليتي نحل سوداوين في ظلام الرافال كان نجل صاحبة النزل ينتظرنا على قارعة الطريق هل اتصلتم بالشرطة؟ سأله والدي ليس بعد، وبصعوبة كبرى صعدنا السلالم المتصخة سيئة الإضاءة بأنوار صفراء معلقة على حبل هش كان النزل يقع في الطابق الثاني وكانت السيدة أني كارنا أرملة عنصر في الشرطة المدنية تنتظرنا على عتبة الطابق وهي تلف نفسها بوشاح سماوي ورأسها مليء بلفافات الشعر إن هذا النزل محترم يا سيد سمبيري ولا ينقصني الزبائن ولا يوجد أي سبب يجعلني أتجاهل مصرحيات من هذا النوع قالت وهي تتبعنا على طول الممر القميء الذي ينبعت منه غاز نشاذر أتفهمك جيدا يا سيدتي غمغم والدي كان عويل فرمين الموجع يصدر من الغرفة الأخيرة وقد أطل النزلاء برؤوسهم الضامرة كالفقراء والمتقاعدين من الأبواب المواربة اللعنة عليكم اذهبوا إلى أسرتكم هذا ليس عرضا مصرحيا صرخت السيدة أني كارنا بغضب عندما وصلنا أمام باب فرمين طرق والدي بهدوء فرمين هل أنت هنا؟ أنا سمبيري أطلق فرمين عويلا اخترق الجدران وجمد مهجتي من الخوف حتى السيدة أني كارنا فقدت هيبتها ووضعت يديها على قلبها الغارق تحت شحوم تدييها المتضخمين طرق والدي مرة أخرى هيا افتح الباب يا فرمين فأطلق فرمين عويلا آخر وهو يرمي بنفسه على جدار الغرفة ويصرخ بكلمات شنيعة حتى بحى صوته تنهد والدي هل لديك مفتاح الغرفة؟ بالطبع أعطيني إياه ترددت السيدة أني كارنا وأطل النزلاء بوجوههم الخزفية ثانية من أبواب الممر لا بد أن ذلك العواء كان يصل حتى مبنى قيادة أركان الجيش اذهب يا دانيال واستدعي الدكتور بارو إنه يسكن بالقرب من هنا في ريرا ألتا رقم 12 أليس من الأفضل أن نستدعي راهبا؟ اقترحت السيدة أني كارنا يبدو لي أن الشيطان قد تلبس هذا الرجل لا إنه في حاجة إلى طبيب هيا بسرعة يا دانيال استعجل وأعطيني المفتاح من فضلك يا سيدتي كان الدكتور بارو رجلا أعزب يصهر الليلة وهو يقرأ زولا ويشاهد صورا لفتيات شبه عاريات كي يقضي على الملل كان زبونا اعتياديا لمكتبتنا ويعرف نفسه على أنه طبيب من الدرجة الثالثة لكنه كان يصيب في تشخيصه لبعض الحالات أكثر من أي طبيب بارز في عيادته في حي مونتانير كان زبائنه يتألفون على وجه الخصوص من عاهرات الحي المسنات اللواتي لا يستطعن دفع الأجر أحيانا لكنه يكشف عليهن في كل الأحوال كان يرى أن العالم عبارة عن بالوعة قدرة وآماله تقتصر على أن ينال نادي برشلونة صدارة الدوري بمحالفة الحظ كي يموت مرتاح البال فتح للباب بلباس النوم وكان منتشيا قليلا والصجارة المطفأة معلقة على شفتين ما الأمر يا دانيل؟ أرسلني إليك والدي لدينا حالة إسعاف عندما وصلنا إلى النزل وجدنا السيدة أنيكارنا تشهق بالدموع وبقية النزلاء شاحبين مثل الخرق البالية وأبي يسند فرمان إلى ذراعيه في إحدى زوايا الغرفة وكان فرمان عاريا كما ولدته أمه ويبكي ويرتجف بعد أن خرب الغرفة ولطخ الجدران بدمائه استوعب الدكتور بارو الحالة بنظرة واحدة وأشار إلى أبي أن يمدد فرمان على السرير ساعده ابن صاحبة النزل الذي كانت أقصى تطلعاته أن يصبح ملاكما كان فرمان يتأوه ويتلوى كأن حيوانا مفترسا يلتهم أحشاءه ما الذي جر لهذا المسكين؟ ما الذي جر له؟ ارحمه يا الله كانت السيدة أنيكارنا تبكي على العتبة وتهز برأسها أمسك الطبيب بمعصمه تفحص عينيه بمصباح صغير ودون أن يدلوا بأي كلمة جهز الحقنة وسحب السائل من قنينة أخرجها من حقيبته الصغيرة يحجزوه جيدا هذه الحقنة سوف تساعده على النوم ساعدنا يا دانييل وبالكاد استطعنا نحن الأربعة تثبيت فرمان الذي انتفض مضطربا بمجرد أن أحس برأس الإبرة يغرس في رطفه وتشنجت عضلاته كقطع الفولاد وسرعان من حسرت عيناه وهوى على السرير حذار أن تبالغ في الجرعة أيها الطبيب قد تتسبب في موته لشدة نحافته قالت السيدة اطمئني يا سيدتي إنه نائم ليس إلا هدأ الطبيب من روعها بينما كان يعاين الخدوش والندوب التي تعوم على بدن فرمان الهزيل رأيت الطبيب يهز رأسه بصمت يا أبناء العاهرة غمغم ما هذه الشقوق سألته هل هي جراح؟ هزى الطبيب برأسه ثانية دون أن يرفع أبصاره بحث عن غطاء بين حطام الغرفة وغطى به المريض بل إنها حروق هذا الرجل تعرض للتعذيب شرح الطبيب إنها ندوب ناشئة من لهيب مؤكسد نام فرمان مدة يومين وعندما استيقظ لم يذكر أي شيء كان ينتابه الشعور بأنه ظل محبوسا في زنزانا فرادية ومظلمة جثما على ركبتيه يتوسل المغفرة من السيدة أني كارنا وتعهد أن يطلي جدران الغرفة ووعدها بأن يدعي الله من أجلها عشر مرات خلال صلاته القادمة في كنيسة بيلين لأنه كان يعرف مستوى إيمانها فكر في أن تستعيد عافيتك وأن لا تسبب لي الرعب فإنني كبرت على مثل هذه المشاهد دفع أبي ثمن الأضرار وطلب من صاحبة النزل أن تعطي فيرمان فرصة أخرى فوافقت على الرحب والسعة لأن أكثر نزلائها من الفقراء المستضعفين أفراد وحيدون في هذا العالم مثلها تماما وبعد أن زالت مخاوفها عاملته بحنان أكبر وجعلته يقسم بأنه سوف يتناول الدواء الذي وصفه الدكتور بارو من أجلك يا سيد أنيكارنا مستعد أن أبتلع قطعة قرميد كاملة ومع مرور الوقت تظاهر جميعنا بنسيان ما حدث ولكنني منذ تلك الليلة لم أعد أستخف بما يشاع عن المحقق فوميرو بعد تلك الواقعة كنا نستحبه كل عطلة يوم الأحد لتناول العصرية في كافي نوفيدادس ثم نذهب إلى سينما ثمينة على الزاوية بين حي ديبوتاتيون وبازيو ديغراثيا كي لا نتركه بمفرده كان أحد القائمين على بيع التذاكر صديقا لوالدي ويدعنا ندخل إلى الصالة من مخرج الطوارئ عند الشاشة في منتصف عرض الأخبار تماما عندما يقص الجنرال فرانكو الشريط المعتاد احتفالا ببناء سد ما وهذا ما كان يخرج فرمين عن طوره يا للعار يصيح باستياء ألا تعجبك السينما يا فرمين؟ بكل صراحة أعتقد أن الفن السابع محض احتيال مجرد وسيلة لتغطية خداع العامة المصحوقة ولتجهيلهم أكتر بحقائق الأمور أسوأ من كرة القدم ومصارعة الثيران تم اختراع السينما لخلق حشود من الأميين ولم تتغير نواياها كثيرا حتى بعد خمسين عاما من ولادتها إلا أن اعتقاداته الراصخة تهاوت بأكملها حين اكتشف كارول لومبارد يا لروعة ما أرى تبارك المسيح ويوسف والعضراء يا لروعة ما أرى هتف في منتصف العرض هذه ليست أتداء بل إنها بارجتان يا إلهي اخرص أيها القدر وإلا ناديت المسؤول صرخ صوت غريب كأنه خارج من حجرة الاعتراف بعدنا بصفين اخجل من نفسك يا لهذا البلد المريع ربما كان من الأفضل أن تخفض صوتك يا فيرمين اقترحت عليه لكن فيرمين لم يكن يصغي إلي بل كان مأخودا بحسن قوام تلك الممتلة وفتحة صدرها الفتانة وابتسامتها البريئة ونظراتها المسروقة من سحر تقنية الألوان بعد ذلك وبينما كنا نتمشى على طول بازيو ديغارتيا لاحظت أن صاحبنا الشغوف كان في حالة تصوف وانعزال عن الواقع ينبغي علينا أن نجد لك امرأة قلت امرأة تدخل البهجة إلى حياتك يا فيرمين شهق فيرمين وهو ما زال مأخودا ببراهين قانون الجاذبية اللذيذة هل تتحدث عن سابق تجربة يا دانيال سأل بنبرة بريئة فاكتفيت بالابتسام بينما كان والدي يراقبني بطرف عينه منذ ذلك اليوم غدا فيرمين متعصبا للسينما أما والدي فكان يفضل أن يقضي يوم الأحد في البيت ليقرأ كتابا ما وراح فيرمين يشتري كميات مهولة من حبات الشوكولاتة ويجلس ليجترها في الصف السابع عشر بانتظار ظهور إحدى النجمات لم يكن يعير اهتماما للقصة بل يظل يثرثر حتى تظهر امرأة حسناء على الشاشة فكرت فيما نصحتني به ذلك اليوم أي أن أبحث عن امرأة قال فيرمين أعتقد أنك محق في النزل تم تزابون جديد طالب أندلسي سابق في معهد اللهوت يستحب كل مرة فتاة جميلة يا للهول حقا إن نسل أمتنا تحسن أستغرب من قدراته فهو ليس بذلك الشاب الخارق لكنه يبهرهن بقوة القديسين ربما تقع غرفته جانب غرفتي وعلي أن أعترف بأن الراهب فنان وفقا لما يصلني من أصوات ربما يكمن السر في فتنة قميص الرهبان وأنت يا دانييل كيف تعجبك النساء في الحقيقة لست خبيرا بارزا في هذا المجال لا رجل يفقه شيئا في النساء بما فيهم فرويد حتى النساء يجهن أنفسهن لكن الأمر يشبه الضار الكهربائية ما من داع لتسعقك حتى تفهم كيف تعمل هيا تججع وقل لي كيف تعجبك النساء بالنسبة إلي لا بد أن تكون المرأة ذات لحم مكتنز لكنك تبدو لي أنك تفضل النحيفات إنني أحترم أضواقك إياك أن تسيء فهمي بصراحة ليس لدي خبرة كبيرة مع النساء بل ليس لدي أي خبرة راقبني فرمين باهتمام مستقربا من تصريح الزاهب ظننت أن تلك الليلة اللكمات على وجهك فهمت قصدي ليتنا نستطيع اختصار آلامنا بصفعة كف واحدة بدأ أن فرمين يقرأ أفكاري ويبتسم كي يشد من عزيمته هون عليك يا صديقي أجمل ما في النساء اكتشافهن المرة الأولى هي الحد الأقصى لا يعرف الرجل قيمة الحياة قبل أن يعرم رأة للمرة الأولى كأنه يقشر حبتك استناء في ليلة شتوية وبعد لحظات ظهرت فيرونيكا لايك على الشاشة فانقلب فرمين في واقع آخر وفي لحظة معينة استغل مشهدا لا تظهر فيه النجمة فقرر الذهاب إلى بار السينما كي يشتري مزيدا من المأكولات صبر على الجوع كثيرا ولم يعد يحتمل كان يحافظ على مظهره الهزيل الذي يوحي بسوء التغذية بعد الحرب وذلك بفضل الهضم الغذائي المتسارع بقيت وحدي أنظر بشروض إلى المشهد على الشاشة أكذب إن قلت إنني كنت أفكر في كلارا بل كنت أفكر في جسمها العاري الذي تبرق فوقه حبات العرق ويهزه جماح الشهوة تحت لمسات أستاذ الموسيقى أبعدت نظري عن الشاشة فلاحظت مشاهدا دخل لتوه رأيته يتقدم حتى منتصف الخشب أمامي بستة صفوف ليجلس على مقعد ففكرت أن صالات السينما مليئة بالأشخاص الوحيدين وحيدين مثلي حاولت جاهدا أن أركز في الفيلم البطل محقق ماجن ومرهف الحس يشرح لأحدى الشخصيات الثانوية أن كيد النساء اللواتي مثل بيرونيكا لايك يدمر الرجال الحقيقيين ورغم هذا فمن المستحيل ألا نهيم بحبهن وأن لا نموت لأجلهن ضحايا لخيانتهن ومكرهن كان فيرمين روميرو ديرتوريس وقد أصبح ناقذا بارزا يعرف هذا النوع من القصص بأقصوصة الصرعوف للأطفال وهي خرافات معادية للمرأة ومصممة لموظفين بخلاء أو لمتدينات مملات يحلمن بالاستسلام للشهوات والحياة كوصيفات ابتسمت للتعليقات التي كان من الممكن لصديق الناقض أن يعبر عنها لو لم يذهب ليملأ جعبته بالحلويات ثم رأيت ذلك المشاهد الذي دخل لتوهي يلتفت ليصوب أنظاره إلي استطعت بفضل ضوء الشاشة الذي يشع على ومضات أن أميز الرجل الذي لا وجه له كوبرت جحضت عيناي اللتان لم ترمش وابتلعت ظل ابتسامته التي بلا شفتين داق صدري بما لا يطاق واندفعت موسيقى الأوركسترا من على الشاشة فسمعت صيحات وصفيرا ثم تلاشت الصورة ظلت الصارة في ظلام دامس للحظات ولم أسمع سوى نبضات قلبي في أذني وعندما أضاءت الشاشة مجددا كان الرجل بلا وجه قد اختفى التفت ورأيت طيفا يبتعد على طول ممر الصالة واستضم بفيرمين الذي كان يدخل ثانية من رحلة السفاري التي خاضها بحثا عن الغذاء نظر إلى صفنا وعاد إلى مقعده وعرض علي حبة من شوكولاتة البرالين ولا حد الطرابي وجهك شاحب أكثر من مؤخرة راهبة هل أنت بخير يا دانييل؟ فاحت رائحة شادة في كل الصالة يا لهذه الرائحة المقززة قال فيرمين رائحة طراد أو رائحة ضمير وكيل يابا كلا إنها رائحة ورق محروق خذ واحدة من سكاكر السوقوس بنكهة الليمون وسوف ترى كيف يتحسن حالك لا يروق للآن خذها بكل الأحوال ربما تشتهيها لاحقا وضعت حبة السكاكر في جيب سطرتي وتابعت باقي الفيلم بشرط دون أن أتحمس لجمال فيرونيكا لايك الفتاك ولا لمصير ضحاياها أما فيرمين فكان منجذبا كليا للعرض ولحلوياته عندما أنيرت الأضواء شعرت بأنني أستقيد من كابوس المريع ولوهلة ظننت أن حضور ذلك الرجل إلى الصالة كان محضها الوساة أو زلة من زلات الذاكرة لكن نظراته التي وجهها نحوي كانت كافية لتصلني الرسالة لم يكن قد نسيني ولا نسي اتفاقنا حمل فيرمين بمجيئه قدرا كبيرا من الفوائد من بينها أنه صار عندي متسع من الوقت عندما لم يكن غارقا في البحث عن مجلد صادر في بلاد بعيدة كان يدرس السبل المتاحة لينمي من حجم المبيعات في الحي وينظف الشار والواجهة ويمر بقطعة قماش معقمة على ظهر الكتب فيجعلها أكثر بريقا ولمعانا فانتهزت هذه الفرصة لأشغل وقت الضائع بنشاطين كنت قد أهملتهما في السنوات الماضية التأمل في لغز كراكاس وقضاء مزيد من الوقت مع صديق طوماس أغولار الذي كنت قد اشتقت إليه كثيرا كان طوماس شابا جديا وانطوائيا يخشاه الجميع بسبب هيئته الشرسة له قامت فارس وكتفا مصارع روماني ونظرة صارم ثاقبة تعرفت إليه منذ سنوات بعيدة في المدرسة اليسوعية في كابسي في أول أسبوع من الدوام جاء والده ليأخذه بصحبة طفل غليظة القلب وهي أخت طوماس فقلت عنها نكتل عينة فأمطرني طوماس وأنا في غفلة من أمري بوابل من اللكمات التي آلمتني طيلة أسابيع كان طوماس أضخم مني وأقوى بمرتين وفي تلك المعركة في الباحة وأنا محاط بثلة من الغلمان المتعطشين للدماء خسرت سنا وكسبت مفهوما جديدا عن كيفية التعامل في حالات معينة ورفضت أن أفصح للخور ولأبي عن اسم الفاعل خصوصا وأن أباه كان يحطه على الاعتداء علي مع باقي التلاميذ الذنب ذنبي قلت كي أنهي الجدال وبعد ثلاثة أسابيع التقى بطوماس خلال الاستراحة كنت أتغوط على نفسي من شدة الفزع الآن سوف يلقنني بقية الدرس قلت في سري تمتم بشيء ما ثم لاحظت أنه أراد الاعتذار مني لأنه نزل في مبارزة ظالمة وغير متكافئة أنا من عليه الاعتذار لم يكن من حقي أن أسيئ لأختك أجبته أردت أن أعتذر منك في ذلك اليوم لكنك وثبت فوقي قبل أن أفتح فمي شعر طوماس بالندم وأخفض عينيه نظرت إلى ذلك العملاق الخجول كيف يمشي بين الصفوف والممرات وروحه مكبلة بالأسف كان كل الصبية بما فيهم أنا يخافون منه وهذا ما أدى لعزلته فلا أحد يجرؤ على الحديث معه أو النظر إلى وجهه سألني إن كنت أوافق على أن أصبح رفيقا له وهو يمد يده كانت المصافحة معبرة لما سببته من ضيق على كفي لكنني تحملت الألم وفي ذلك اليوم دعاني إلى بيته لتناول العصرية معه وأراني مجموعة غريبة من التشكيلات المركبة من قطع بالية وحطام أغراض مكدسة في إحدى زوايا الغرفة لقد صممتها بنفسي قال لي وهو يشعر بالفخر لم أنجح في فهم كينونة هذه الخزعبلات ولا الفائدة من ورائها لكنني اكتفيت بالإيماء عن تقديري وإعجابي كان يبدو أن ذلك الفتى الضخم والوحداني قد صمم أصدقاء من خشب وكنت أنا أول شخص يقدمهم إليهم كان سره يكمن في هذه الأشياء حدثه عن أمي وكم كنت أحن إليها وحين غلبتني الدموع ضمني طوماس دون أن ينبس ببنت شفة كان عمره عشرة أعوام ومنذ ذلك اليوم غدا كل واحد منا صديق الآخر المفضل رغم ملامحه الانفعالية التي ترعب الصبية الآخرين فإن طوماس كان طيب القلب يتلعتم قليلا وخصوصا عندما لا يتحدث مع أمه وأخته أو معي وهذا ما كان نادر الحدود كان ولعه بالابتكارات الغريبة والأدوات الميكانيكية كبيرا وسرعان ما اكتشفت أنه يشرح أي غرض يقع بين يديه من المذياع إلى الآلات الحاسبة وعندما لا نكون معا أو لا يعمل مع أبيه يقفل طوماس على نفسه الغرفة لينشغل بالشيء الوحيد الذي يقضي به الوقت كان ذكيا بقدر ما كان يفتقد إلى الحس العلمي إذ يهتم ببضع سمات خاصة من العالم الحقيقي كذقة إشارات المرور في جرانفيا وألغاز النوافير المضاءة في مونتويك والروبوت في مدينة الملاهي الواقعة في تيبي دابو كان طوماس يعمل كل عصر في مكتب والده وبين الحين والآخر يأتي إلينا في المكتبة يبدي والدي اهتماما كبيرا باختراعاته ويهديه مجلات عن الميكانيك وسير أعظم المهندسين مثل إيفل وإيدسون الذين كانوا بمتابة قدوة له في الحياة كان يكن المودة لوالدي ويخطط لأجله بنتائج متواضعة نظاما آليا لأرشفة اللوائح المكتبية مستعينا بقطع مروح قديمة كان يعمل في ذلك المشروع منذ أربعة أعوام لكن والدي يتظاهر بحماسه الشديد على أي تقدم مهما كان بسيطا كي لا تطبط عزيمة طوماس في البداية أقلقني كيف استقبله فارمين لا بد أنك المخترع صديق دانييل إني سعيد جدا بالتعرف إلي أدعى فارمين روميرو دلتوريس مستشار ثقافي في مكتبة السيد سينبيري إنني في خدمتي طوماس أغويلار تلعتم صديقي وهو يبتسم ويصافح فارمين على رسلك فهذه ليست يدا إنما معصر هيدروليكية وأنا علي أن أحافظ على نعومة أناملي كي أعمل جيدا اعتذر طوماس وأطلق يد فارمين بالمناسبة ما هو رأيك في مبرهنة فارمين سأل فارمين وهو يذلك أصابعه وبعد لحظات انغمس الإتنان في نقاش ممتع عن الرياضيات السرية وكان الموضوع بالنسبة إلي مبهما كأنهما يتحدثان بالصينية كان فارمين يرفع الكلفة معه دائما أو يلقبه بالأستاذ متظاهرا بأنه لا ينتبه إلى الاعتماد طوماس فيرد الأخير تناء على صبر فارمين الواسع بإهدائه علبا من الشوكولاتة السويسرية المغلفة بصور البحيرات والأزرق الفيروزي والأبقار في المراعي النظرة وساعات الوقواق إن صديقك طوماس موهوب جدا لكنه محروم من الضوق الرفيع وينقصه القليل من الاندفاع وهو شرط أساسي للتفوق أعرب فيرمان عن رأيه العلماء هكذا خدمتنا ألبرت أنشتاين انكب بكل ما أتي من علم وجهد على ابتكار الفرضيات الخارقة وأول نظرياته التي حصلت على تطبيق علمي كانت بهدف صناعة القنبلة الذرية وذون إذنه علاوة على ذلك واعلم أن صديقك الذي يشبه الملاكم لن يكون مقبولا في الأوساط الأكاديمية لأن الأحكام المسبقة هي آخر من يتعرض للفناء في هذا العالم بعد أن قرر فيرمان أن ينقذ طوماس من سوء الفهم راح يحط طاقاته الخطابية الكامنة وينهض بجانبه الاجتماعي بما أن القرد هو أصل الإنسان فهو حيوان اجتماعي ويعتبر الواسطة والمحسوبية والمقايضة والنميمة نماذج جوهرية للسلوك الأخلاقي كان يفكر إنها قوانين البيولوجيا ألا ترى أنك تبالغ؟ يا لك من سادج يا دانييل ورث طوماس هيئته الصارمة من أبيه مدير مكتب العقارات في شارع بيلايو بجانب مخازن السيغلو وينتمي السيد أبويلار إلى ذلك الصنف المميز من الناس الذين يعدون أنفسهم على صواب دوما ورغم أن ابنه نسخة عنه فقد كان مقتنعا بأن طوماس جبان ومتخلف عقليا ولكي يعالج هذه الغباوة المؤسفة كان يكلف معلمين خصوصيين في كل المجالات كي يجعلوا من نجله إنسانا طبيعيا أريدك أن تعامل ابني كما لو كان مغفلا هل فهمت؟ سمعته يقول في أكثر من مناسبة وكان المعلمون يضعون جل ما عندهم ويجربون كل المحاولات بما فيها التوسل كي يكف طوماس على مخاطبتهم باللاتينية وهي لغة يتقنها بطلاقة كالبابا ودون أن يتلعتم أيضا فيقدم المعلمون الخصوصيين استقالتهم بعد حين جراء الإحباط أو الخشية من أن هذا الشاب قد مسه الجن وربما يلعنهم باللغة الآرامية فلم يبقى للسيد أغولار من آمال سوى الخدمة العسكرية التي ستحول ابنه إلى رجل حقيقي أما أخت طوماس فتكبرنا بسنة واحدة وتدعى بياتريس وكان لها الفضل في صداقتي مع أخيها فلو أنني لم أراها في ذلك اليوم البعيد برفقة والدها الذي يمسك بيدها ولو أنني لم أطلق عليها تلك النكتة السخيفة لما كان صديقي ليضربني وما كنت لأجرؤ على التحدث إليه كان وجه بياتريس أغولار نسخة عن وجه أمها ورثت نظرة عينيها من أبيها كانت صهباء وبشرتها ناصعة البيض وترتدي دوما ثيابا باهظة التمن من حرير أو كتان لها جسد عارضة أزياء وتمشي منتصبة القامة وتزهو بكبرياء يقنعها بأنها أميرة الخرافات التي تحب أن تقرأها لون عينيها أخضر مائل إلى الزرقة لكنها تصر على تعريفه بلون الزمرض والياقوت ورغم أنها كانت تتردد إلى مدارس الراهبات التريزيات أو ربما لأنها تتردد إلى تلك المدرسة كانت بيا تتجرع كؤوسا من مشروب الينسون الروحي خلصة عن أبيها وترتدي جوارد من حرير وتتزين كنجمات السينما اللواتي يقتحمن أحلام صديقي فرمن لم أكن أستطيع النظر إليها حتى لو كانت جمادا وكانت تشاطرني عداء الصريح بنظرات باهتة ومزدرية أما خطيبها الذي التحق بالخدمة العسكرية برتبة ملازم ثاني في مرسية فكان مواليا لحزب الفالانخ أو الكتائب ويطلي شعره بالدهن ولا يرد على نداء أحد إلا إذا نداه باسمه الكامل بابلو كاسكو بوينيديا ينحدر من عائلة النبيلة تملك مجموعة من المؤسسات التي تشيد السفن في غالسيا وكان الملازم كاسكوس بوينيديا يحصل على الإجازات الطويلة بفضل عمه الموظف في الحكومة العسكرية ومن بين عاداته مثلا أن يتجرع خطابات عن السمو العرقي والروحي للأمة الإسبانية وعن قرب انهيار الإمبراطورية البولشفية مارك سمات كان يصرح بنبرة مستعلية عام 1883 للدقة كنت أضيف إخرص أنت أيها الأحمق وإلا هشمت وجهك وأرسلتك إلى لاريوخة رأيت ابتسامة بي اللعوب أكثر من مرة بينما تستمع إلى ترهات خطيبها وحينها كانت تبحث عن نظراتي وتركز النظر في عيني فكنت أبتسم لها باحترام مزيف لعدو وقع لتوه على الهدنة وأزيح عيني إلى مكان آخر ليتني مت قبل أن أعترف تلك الفتاة تزرع الرعب في قلبي في بداية العام قرر طومس وفيرمين أن يوحدا ذكاءهما ليفكر في مكيدة تحول بيننا أنا وطومس وبين الالتحاق بالخدمة العسكرية إذ أن فيرمين على وجه الخصوص لم يكن يشاطر السيد أغويلار حماسه فيما يتعلق بالتجربة العسكرية الخدمة العسكرية تفيد في ترصيخ نسبة الغباء والفضادة التي رشحت عن الإحصاء الوطني كان يؤكد ولهذا فإن أسبوعين منها فقط كافيان وليس سنتين الجيش والزواج والكنيسة والمصرف هم بمثابة فرصان رؤيا يحنى الأربعة أجل أجل اضحك هيا ستتداعى مسلمات فيرمين الفوضوية التحررية في مساء من شهر أكتوبر حين تلقينا دعوة من صديق قديمة أوفذها القدر حتما اتجه والدي إلى أرخانيطونا ليثمن مجموعة من الكتب وأخبرنا بأنه سيعود متأخرا وكنت منشغلا مع الزباء بينما يرتب فرمين آخر طابق من الرفوف متسلقا مثل لاعب الحبل على بعد شبر عن السقف بعد مغيب الشمس ظهرت بيرناردا قبالة الواجهة كانت ترتدي أزهى ثيابها كعادتها في يوم عطلتها يوم الخميس حيتني بيدها فملأت رؤيتها قلبي بالسعادة وأشرت إليها بالدخول كم كبرت يا صغيري قالت وهي تطأ عتبة المحل كنت أحسبك شخصا آخر لقد صرت رجلا ضمتني بحنان ودرفت بعض الدموع وتلمست رأسي لعلها ظنت أنني حطمت دماغي في غيابها في البيت نشعر بغيابك جدا يا سيد الصغير قالت وهي تخفض أنظارها وأنا أيضا اشتقت إليك يا بيرناردا أعطيني قبل هيا لثمتني بحياء وبادلتها قبلتين على وجنتيها فضحكت قرأت في عينيها أنها كانت تنتظر أن أسألها عن أخبار كلارا لكنني لم أكن أنوي هذا أبدا يا لأناقتك يا بيرناردا ها قد مررت لزيارتنا أخيرا أي رياح حميدة حملتك إلينا في الحقيقة كنت أود زيارتكم منذ وقت طويل ولكنني مشغولة دوما كما تعرف فالسيد بارسلو على غزارة عمله يظل دائما مثل الأطفال في حاجة إلى كثير من الصبر والعناية ولكنني جئت اليوم خصيصا لأن غدا عيد ميلاد ابنة أختي تلك المقيمة في سان أندريان وأرغب أن أقدم لها هدية معتبرة فكرت في كتاب جيد فيه الكثير من الكلمات والصور ولكن نظرا إلى جهلي وبما أنني لا أفهم في هذا اهتزت الأرض قبل أن أستطيع أن أرد عليها سقط بعض كتب بلاسكو إيبانيز المجلدة من أعلى الرفوف ارتعدنا أنا وبرناردا وشخصة أبصارنا كان فيرمين ينزل من على السلم كالبهلوان ووجهه منير بابتسامة الزنادق وعيناه تشعان بشهوة جمالية أعرفك على فيرمين روميرو ذي توريث مستشار تقافي في مكتبة سمبيري ونجله إنني في خدمة قدميك يا سيدتي قال فيرمين وهو يقبل يدها وسرعان ما اشتعلت وجنتها خجلا كقرن الفليفلة الحمراء إنك مخدأ يا سيدي فأنا لست بسيدة إنني ماركيز على الأقل قاطعها فيرمين اسمعي مني فأنا أتردد إلى الأوساط الاجتماعية النبيلة في حي بيارسون اسمحي لي أن أرافقك إلى قسم روائع أدب الأطفال واليافعين حيث تجدين بكل طمأنينة مختارات من أفضل أعمال إيميلو صالغاري وقصص سندوكان الحماسية أفضل أن أتجنب قصص القديسين فأبو الفتاة كان من مؤيدي الأناركية قلبا وقالبا اطمئني يا سيدتي فما لدينا هنا ليس أقل من الجزيرة الغامضة لجول فيرن كتاب عن المغامرات التي تحتوي على مغزى أخلاقي رفيع بكل ما يتضمنه عن الابتكارات التكنولوجية إن كنت أنت من ينصحني كنت أراقبهما دون أن ألفظ شيئا كان فيرمين في كامل نشوته وبرنردا في كامل حيائها وهي تحت رحمة ذلك المخلوق الذي يحاصرها بأحاديثه كالداعية وينظر إليها باهتياج لطالما خص به شوكولاتة النسلي وأنت يا سيد دانييل ما رأيك؟ الخبير هو السيد فيرمين روميرو ذي التوريس ثقي به سأخذ كتاب الجزيرة إذن هل لا غلفته لي؟ كم ثمنه؟ هدية من محلنا آه لا لا أستطيع أن أوافق اسمحي لي يا سيدتي بأن أكون أكثر الناس سعادة في برشلونة هل لا قبلت الكتاب هدية من فيرمين روميرو ذي التوريس؟ نظرت إلينا برنردا بارتباك انظر يا سيدي إنني أدفع دائما ثمن ما أشتري ثم إنها هدية لابنة أختي اسمحي لي إذن على سبيل المبادلة أن أدعوك لتناول مشروب ماء اقترح فيرمين وهو يمرر يده على شعره هيا يا برنردا شجعتها سوف تستمتعين كثيرا وبينما يجد فيرمين سطرته أكون قد انتهيت من تغليف الكتاب اندفع فيرمين باتجاه المستودع ليسرح شعره ويضع العطرة ويرتدي السطرة مررت إليه بعض النقود كي يتسنى له أن يقدم لها شيئا أين أخذها؟ سألني هامسا بانفعال كالمراهقين لو كنت محلك لا استحبتها إلى مقهى قلت إنه أفضل مكان كي يستبشر القلب خيرا في الحب أعطيت الكتاب مغلفا إلى برنردا وغمزت بعيني ناظرا إلى فيرمين كم ثمنه يا سيد دانيال؟ لا أعرف الثمن ليس موضوعا على الكتاب علي أن أسأل والدي وأخبرك لاحقا كذبت وبينما كان يبتعدان بأيديهما المتشابكة في زقاق سنتانا ترى ألي أحد في السماء وهو يضللهما بجناحيه سامحا لهذين الاثنين لمرة واحدة فقط بفتاة من السعادة علقت لافتة مغلق على زجاج واجهة المكتبة وذهبت إلى المستودع كي أتحقق من اللائحة التي سجل والدي عليها الطلبيات وعندما سمعت الجرس المعلق على الباب ظننت أن فيرمين قد نسي شيئا ما أو أن أبي قد عاد من أرخينتونا من هناك؟ انتظرت الرد بلا جدوى فواصلت التحقق في لائحة الطلبيات سمعت صدى خطوات خفيفة فيرمين أبي بد لي أنني سمعت صوت ضحكة خافتة فأغلقت اللائحة لعله كان زبونا لم ينتبه للافتة الإغلاق ثم ارتعدت ركبتي لصوت بعض الكتب التي تساقطت من أحد الرفوف أمسكت بقاطعة الورق واقتربت بحضر إلى باب المستودع ثم سمعت خطا تبتعد وجرس الباب الذي رن مجددا أشرفت برأسي من عتبة المستودع فلم أجد أحدا ركدت نحو الباب وقفلته التقدت عميق أنفاسي وشعرت بأنني جبان ومثير للسخرية وكنت سأعود إلى المستودع لولا أنني لمحت بطاقة كرتونية على المستودع كانت صورة فوتوغرافية من تلك التي كانوا يطبعونها في الماضي على الورق المقوى وحوافها محترقة وتبدو عليها بعض البصمات المتسخة من الفحم تفحصتها تحت ضوء القنديل تم تشابان يبتسمان للمصور هو يبلغ السابعة عشر أو الثامنة عشر شعره فاتح اللون وهيئته أرستقراطية والتعب باذ عليه أما هي فتبدو أكبر منه بقليل بسنة أو سنتين كحد أقصى بشرتها ناصعة البياض ووجهها كامل الأوصاف شعرها المنطور أسود ذاكن اللون ومغاير لنظراتها المنيرة والمشعة فرحا هو يلف ذراعه على خصرها وهي تبدو كأنها تهمس في أذنه شيئا يثير البهجة اختطفت مني الصورة ابتسام كأنني تعرفت فيها على صديقين قديمين كان خلفهما واجهة محل مليئ بالقبعات التي ول عصرها ويبدو من طراز زيهما أن الصورة التقطت قبل خمس وعشرين سنة أو ثلاثين عاما على الأقل كانت الصورة تعبر عن التفاؤل والأمل الذي يهل من نظرات الشاب والشابة هشمت ألسنة اللهب حواف الصورة ولكن خلف تلك الواجهة القديمة هناك شارة لولبية مخيفة تتجلى من بين الحروف المكتوبة أبناء أنتوني فورتوني شيد البناء عام 1888 في الليلة التي ذهبت فيها إلى مقبرة الكتب المنسية روى لإسحاق أن كاراكس كان يستخدم كنية أمه وكان والده يدعى فورتوني ولديه محل لبيع القبعات في روندا دي سان أنتونيو تمعنت جيدا في الوجه فأدركت أن الفتى هو خليان كاراكس يبتسم لي من الماضي البعيد غير مدرك لألسنة اللهب التي تداهمه من كل جانب ترجمة نانسي قنقر